حوض البحر الأبيض المتوسط والدول المحيطة به من أشد مناطق العالم تضرورا من ظاهرة الاحتباس الحراري ينعكس ذلك في أجواء مناخية تعيشها المنطقة هذه الأيام ومن أبرز التدعيات ارتفاع درجات الحرارة وتسجيلها أرقاما قياسية في الدول المطلة على البحر المتوسط حيث اقتربت في بعض المناطق من خمسين درجة مئوية كما تشهد كثير من دواد حوض المتوسط كإسبانيا والجزائر وتونس وإيطاليا وتركيا واليونان حرائق غابات شاسعة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة وزاد من حدتها ارتفاع درجات الحرارة أما مياه البحر المتوسط فأصبحت أكثر دفئا وفق دراسة إسبانية بسبب تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض وسجلت درجة حرارة مياه البحر أعلى درجة مسجلة على الإطلاق وبلغت 28 درجة مئوية فاصل 71 من مظاهر التغير المناخي على المنطقة هو أيضا تغير ملوحة مياه البحر المتوسط واتجاهها نحو الارتفاع أكثر وفق نفس الدراسة الإسبانية يهدد ارتفاع درجة الحرارة في بياه المتوسط وزيادة مستوى الملوحة التنوع البيولوجي في البحر ما يؤدي إلى انقراض بعض أنواع الأسماك والحيوانات البحرية يرى خبراء أن كل هذه الظواهر غير المسبوقة سببها المباشر التغير المناخي ويؤكدون أنه لو لا تغير المناخ الناجم عن النشاط الإنساني الضار بالبيئة لكان من النادر جدا أن تحدث ظواهر مناخية مشابهة لتلك التي نشهدها اليوم وتشهدها دول حوض المتوسط خاصة وكوكب الأرض بشكل عام